التطبيق الذي رأى النور منذ حوالي شهرين حاز كثيرا من التقدير في محافل مختلفة كما أنه يعتبر طريقا منيرا نحو التعليم والثقافة لمن سلبتهم الحياة والنورة ولكنها أعطتهم الأمل سنتحدث مشاهدين أكثر عن تطبيق مشروع مطر مع ضيفتنا من الأردن رند مصطفى العضو الإداري بالمشروع يا رند صباح الخير وأهلا بك معنا في يوم جديد صباح الخير وصباح المطر من مطر صباح المطر نرحب فيكي وبنتكلم عن مشروع مطر اللي هو قائم على فكرة التطوع فشي اللي بقدمه هذا التطبيق لكل الأشخاص يلي بيستخدموه خلينا نتعرف عنه أكثر رند نعم نعم بداية مشروع مطر بفكرة بسيطة هو مشروع بيخدم المكفوفين بيسجل لهم الكتب صوتيا أو بيحولها لنصوص مطبوعة عشان تتمكن قوارئ الشاشة من قرائتها لأ المكفوفين هلأ شو تطبيق مطر هو تطبيق متوافر على الأجهزة الخلوية بيكون بيوفر لأ المكفوف المواد اللي بيحتاجها المسموعة سواء كتسجيل صوتي أو كنصوص مكتوبة عشان تتمكن قوارئ الشاشة من قرائتها لأله زائد إنه بتتمكن المتطوع من إنه يسجل أو يطبع هاي النصوص بأي وقت وبأي مكان طيب يا رند يعني كم عدد المستفيدين من التطبيق يعني كلمينا أكثر عن كيفية عمل التطبيق كيف من الممكن استخدامه من قبل المكفوفين أو المتطوعين نعم إلى الآن نحن نخدم 500 مكفوف بمساعدة 2000 متطوع التطبيق بيجي بواجهتين واجهها لا المتطوع وواجهها لا المكفوف واجهة المتطوع أول ما يفتح المتطوع التطبيق على تليفونه أو جهازه الخلوي بيكون فيه بتوفر شاشتين الشاشة الأولى لما يسحب لا اليمين بدأت تكون التسجيل الصوتي بيختار من عدة تصنيفات من الكتب كتاب معين بحجز عشر صفحات عشان يسجلهم من خلال داخل التطبيق بأي مكان بيقدر بأي وقت بتوفر معه الجهاز وبتوفر معه وقت عشان يسجل أو بيسحب لا اليسار بيكون متوفر أنه يطبع هذه النصوص أو الكتب المكتوبة على طريقة نص مطبوع عشان تتمكن قوارئ الشاشة من أنها تقرأها وتتصير كمادة مسموعة للمكفوفين حالو طيب راند يعني مبارح كان العالم عم يحتفل بلغة برايل ويلي هي يعني اكتشفت أو يمكن اخترعوها للمكفوفين ولا يمكن تسهيل حياتهم اليوم شو هي أهمية استخدام التكنولوجيا بمشروع مطر هلأ مشروع مطر قائم يعني بشكل أساسي منقدر نحكي على التكنولوجيا فإحنا بنساعدة أكثر من ست آلاف متطوع على المواقع التواصل الاجتماعي عم بنوصل ونقدر نوفر المواد التعليمية للمكفوفين المتطوعين عنا مش بس من الأردن يعني ودعا من بلد معين المتطوعين من أكثر من بلد من العالم العربي وحتى فيه يعني من الشرق والغرب فبدون تواجد تكنولوجيا مشروع مطر ما كان رح يقدر يوفر الفرصة التطوعية للمتطوعين من كافة بلاد العالم وهو قاعد مكانه المتطوع أو المتطوعة ببيتهم بيقدروا يساعدوا مكفوف على التعلم وبالتالي نحن بنساعد في تواجد إنسان ناجح بالمجتمع طيب برند يعني هل بنقدر أن نحن نستغني عن لغة برايل باستخدام التطبيقات الحديثة يعني مثل تطبيق مشروع مطر نستغني لغة برايل أو طريقة برايل هي طريقة كتابة نعم ما متوقع أنه منقدر نستغني عن الكتابة العام لأنه المكفوف قد ما استخدم اللابتوب بالنهاية هو بيحتاج مثلا ممكن أنه بده يعبر عن إشي معين بباله أو بده يعبر عن حاله فبالتالي بيحتاج الورقة والقلم عشان يكتب عن طريق برايل طيب مشروع مطر يمكن ما أنه جديد ولكن التطبيق هو الجديد شو أبرز التحديات ترند يلي أنت واجهتوها كيف تغلبتو عليها خبرنا شوي يمكن على المراحل يلي إجيت قبل ما ظهر إلى النور هذا التطبيق نعم أولا الشغل الكبير اللي بيحتاجه التطبيق فهو وقت وجهد كبير زائد أنه إحنا بالفريق ما في عنا ولا عضو تقني يعني نحن واجهنا صعوبة في أنه ننقل الأفكار اللي بيبالنا أو طريق التطبيق الأفكار اللي بيبالنا لمبرمج التطبيق دائما بحاجة لدعم فني سيرفرات متابعة من مبرمج ومثل ما ذكرت نحن بالفريق ما عنا ولا حدا يعني بمختص بهذا الإشي فواجهتنا هاي مشكلة الأولى فنحن دائما بحاجة لدعم مادي المشكلة الثانية أنه نحن عم بنحاول أو نحكي التحدي الثاني أنه نحن عم بنحاول ننقل تجربتنا إلى من المواقع التواصل الاجتماعي اللي تصير كله على التطبيق فعم نشتغل شوي شوي بالتدريج عشان نقدر نخلي أغلب المتطوعين من أغلب الأماكن أنهم ينزلوا الأبليكيشن ويتطوعوا من خلاله طيب بيراند أنت هلأ ذكرت أنه أنت دائما بحاجة إلى دعم المادي يعني بمعنى كلامك أنه ما في جهات دائمة للكم كمشروع هلأ بالنسبة للتطبيق تان صندوق الملك عبد الله للتنمية وحاضنة أعمال تك ترايبس هي اللي هي دعمتنا عشان ننجز ونطلق هذا التطبيق لنوي ولكن نحن بحاجة لدعم مادي علشان نقدر نتابع كدعم فني للأبليكيشن التطبيق زائد متابعته من خلال مبرمج واضح أكيد هراند بانتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله هالتطبيق يلاقي انتشار كتير كبير ويكون يعني مسعف أو يساعد كل الأشخاص اللي هن بحاجة لقاله شكرا لقالك كنت معنا من الأردن راند مصطفى العضو الإداري بالمشروع مشروع مطر شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم